هذول أنا مجهزيتهم من ساعة 11 يعني تقريباً قبل الظهر بس شوفوا قدي ضلهم خضر وهم مقطعين يعني ما في ولا نقطة سواد ما تأكسد معانا هاي المشكلة كل حدا بواجهها ياسمين لما يجي من الفول بس اتركوا دقيقتين بعد ما تقطعوا بسلهم أسود يعني ببطر شكله حلو على الأكل والطعم شوي باختلاف هالفكرة كيف نقدر نجهز الفول الأخضر نخليه أخضر بكل بساطة أول إشي بنغسله كتير منيح بعدين منشيل العرق اللي بالنص اللي بكون قاسي العرق دايق خليني أفرجهم كيف نشيل العرق يلا عندي هون فول بس تخليني آخذ السكينة لو سماحت تفضري أوكي هاي عندي حبة الفول هيك منشيل العرق بس من فوق نسحب بطلع معانا هذا العرق هذا العرق طبعاً أكيد لازم ينشال عشان أبداً طعمه مش مستساغ ونفس الوقت مع الأكل بصير بيعلك بيطلع ما بيدوب تمام بهاي المرحلة وإحنا عم نشيل العرق منرجع كمان مرة منكون مجاهزين على جنب صحن غميق مع مي وشوية ليمون مي وشوية ليمون شو منعمل منحط الفولات هدول جوة المي والليمون هيك نتأكد أنه ما تتأكسد من الطرفين أوكي المرحلة اللي بعدها لما بدنا نقطعها خلص بيكون الفول والمي والليمون جاهز منقطعهم منرجع مننزلها على نفس المي عشان برضه ما تتأكسد معي إيش منكون على جنب عاملين حطين طنجرة فيها مي منستناها لتغلي منحط فيها بيكربونات السوديوم عشان بيكربونات السوديوم هي إشي بيحافظ على اللون الخضاري الحلو منسقطهم بالطنجرة المغلية يا دوب دقيقة ما بننستويهم بس ننزلهم بعدين منطولهم منشيلهم منصفيهم ومننزلهم بمي باردة مع تلج عشان نوقف طبخهم هاي الطريقة الرهيبة بسلق الفول طبخ الفول فهيك بيضل عنا الفول كتير أخضر وما بصير لأشي وهون هاي المرحلة بنقدر نحطها بكياز ونفرزها لأي وقت مننا نستخدمها حتضلها محافظة على هذا اللون الجميل بالظلط بدنا أول شي نحط الزيت وننزل عليه الفول اوكي أنا بستخدم كمية زيت زيتون كتير كبيرة بنقدر نقللها بس اللي أنا بدي أعمله بدي أطبخ الفول أستوي بالزيت ما بدي أزيد مرأة ما بدي أزيد مرأة لحمة ما بدي أزيد أي شي ولا بدي أزيد ماء بدي أغلف كل حبة الفول بالزيت أخليها هي تستوي منها وفيها وأكيد يعني مش لازم نشرب الزيت يعني يعني مش لازم بالآخر إنه نأكل هذا بس ولا أطيب منها مع الطابون يعني زي كنت خبز الحال هيكي تشرب زيت الزيتون معي وبتعبي الفول والكزب بالظبط هون عندي أنا زيت نزلته ورح نزل حبات التوم لأشرهم صدام هدول زي ما حكينا طازة ورح نستنى هيك ديقتين لحد ما شوي ياخدوا معي لون هلأ هاينا قالنا إحنا ما بدنا ياخد لون بس بدنا إنه الزيت هيكي ساتوي شوي هلأ هنضيف الفولات نقليهم مع الزيت زيتون وثومة هلأ هذا الصوت هلأ هذا الصوت هلأ هلأ كزب رناشفة بودرة بصل بودرة بصل بودرة توم تاكت سكر أبيض سكر هشان وننملح شوي ملح ريحة يا جماعة بالستوديو ما بتتخيلوه شوي تفلفل أسود ريحة توم المقلة مع زيت الزيتون البلدي مع الفول الأخضر مع الفاصولية يعني مكس الروائح اللي لدينا اليوم شي رهيب هلأ تطلعوا كيف صار دابوا يعني الفولات وحتى حبات التوم اللي لدينا كمان صاروا كثير طريين إحنا زي ما حكينا على نار وسط لا هادية منخليهم تقريبا تلت ساعة نص ساعة لحد ما يطروا هلأ رح نرفع النار عشان بس الزيت يحمى عندي ورح أنزل شوي التوم مهروس اللي هي الأدحة الأدحة بالضبط هون هيك بقلبه بقلبه ولكن أريد أن يشقر قليلا يعني موسع قليلا للتومات ونجعله هكذا زيت على جنبه بالضبط بضل ما نزيد زيت لأن هنا كمية الزيت لدينا كثيرا كبيرة هاها هاها لكي ننكة لزيادة طبعا الواحد لا يستغني عن الأدحة بأكلاتنا العربية هي على ما أعتقد أطيب أشياء أطيب أشياء بعد أن تبتح نفس رحيتها بالبيت تمام ونزيد كزبرة خضرة مقطعة كزبرة هذه تركت كثير مهمة الكزبرة آخر أشياء بنظافية وبقدونس لكي لا أصبح لهم أسود بالضبط وهيك جهزة ماء ونسكبها بصحين هذا الصحين الفخم بسوى مليون أكبر سدر رز شوف ما أحلى المنظر لهم أن يستغلوا الأشياء الذي يكون موسمه بوقته يعني الفول الخبيزة بوقته الملوخية بوقتها نحاول دائما المكون الذي ينزل الآن نحاول نستغله قد ما نقدر طبعا ما رح نضوغ بس أريد أن أرجعكم اللي عم نحكي عنه اللي هو موضوع الخبزة كيف رح تشرب عندي الزيت الزيتون طلعوا المنظر طلعوا الخبزة الطابون تكون سخنة بس شوفوا المنظر يا السلام شوفوها المنظر نحتاج لتقريبا 800 جرام فول أخضر بدنا تقريبا كوب زيت زيتون صح هي الكمية كبيرة بس هي اللي رح تعطي نكهة رح نحتاج لراس توم حبات كاملة وأكيد رح نحتاج لتوم مفروم عشان الأضحى مع الكزبرة الخضرة بالنسبة للبهارات كل رح نحتاجه هو بودرة بصل بودرة توم شوية كزبرة ناشفة هيكلها بس عشان ترجع تعزز النكهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر